أهلا بكم في فقرة كورونا وحياتنا قال مجلس التمريض العالمي إن تفشي فيروس كورونا تسبب بإصابة ما لا يقل عن 90 ألف عامل في حقل التمريض حول العالم وذكر المجلس في بيانه أن أكثر من 260 ممرضا فقدوا أرواحهم خلال أدائهم واجبهم الطبي في مكافحة الفيروس ودعا حكومات الدول إلى تقديم إحصاءات واضحة حول الإصابات والوفيات في الحقل التمريضي نتيجة الوباء وصف النقص للمعلومات بهذا الشأن بالفضيحة بدأت السلطات المغربية الاستعالة بشكل واسع بالطائرات الصغيرة المسيرة ضمن جهودها لمكافحة فيروس كورونا وتم إطلاق هذا النوع من الطائرات الصينية الصنع في عدد من المدن المغربية بهدف مراقبة السكان من الجو وتتمتع أسراب الدرون التي تجوب أجواء المغرب بخصائص متقدمة مثل بث رسائل تحذير منع للتجمعات أو مخالفة شروط التباعد ومنع التجول هزى فيروس كورونا الاقتصاد العالمي وضرب المصانع الكبرى والشركات التي ترتكز عليها الدول لتحقيق النمو وتوليد الوظائف في المقابل تحول الفيروس إلى فرصة ذهبية لشركات يحقق أصحابها الثروات يتغير شكل الاقتصاد العالمي في ظل وباء كورونا بعض القطاعات كانت تحقق أرباحا قبل الفيروس واليوم تتخبط بخسائرها فيما قطاعات أخرى صارت تجني الثروات محال البقليات والأغذية من القطاعات التي تشهد إقبالا استثنائيا بعد انتشار وباء كورونا وأيضا التجارة الإلكترونية تعرف نموا كبيرا أما صناعة الأدوية العالمية فتتلقى دعم واسعا فيما يزداد الطلب بشكل كبير على منتجات الصناعة المعقمات والمستلزمات الصحية شركات توصيل المنتجات والخدمات زاد عملها أيضا بعد كورونا كذلك الحال بالنسبة إلى شركات التواصل عبر الفيديو والألعاب الإلكترونية فيما يشهد قطاع الطيران الخاص نموا كبيرا قدرته تقارير بمعدل أربعمائة في المئة وفي مقابل ارتفاع الطلب على كثير من السلع والخدمات بسبب كورونا تواجه قطاعات أخرى عديد خسائر كبيرة بسبب الوباء أيضا من المتوقع أن يخسر قطاع الطيران أكثر من 314 مليار دولار فيما قد يخسر القطاع السياحي وضمنه المطاعم والفنادق والمقاهي 450 مليار دولار أما قطاع الرياضة فقد يخسر نحو 62 مليار دولار ومن المتوقع تراجع الاستثمار النفطي بنحو 100 مليار دولار إضافة إلى الخسائر المسجلة بسبب انهيار الأسعار كما أن مبيعات التجزئة العالمية غير الغذائية أو الطبية قد تنخفض بمقدار 2.1 تريليون دولار وبين الأرباح والخسائر ما تزال جائحة كورونا تلقي بثقرها على الاقتصادات العالمية والعربية استثمارات جديدة ستظهر وأخرى ستختفي وظائف سيرتفع الطلب عليها وأخرى ستكون في دائرة الخطر ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب المتخصص في شؤون الاقتصاد أحمد ذكر الله أهلا بك سيد أحمد طالت خسائر كورونا غالبية القطاعات الاقتصادية ولكن ما هي القطاعات التي سيكون خروجها من دائرة الخسائر صعبا وكذلك كيف سينعكس أيضا على مصالح المواطنين بالطبع تلت أزمة كورونا جميع القطاعات الاقتصادية ومن المتوقع أن هذه القطاعات ومختلف الفئات التي تعمل بها ستتأثر ودرر من انتشار هذا الفيروس وسيكون ذلك عبر مراحل التحكم في هذا الفيروس يعني السيناريوهات المتوقعة هي عبر هذه المراحل فإذا كان هناك ما يمكن أن نسميه لقاحا جديدا خلال فترة قصيرة ستكون هذه الأضرار أقل وبالتالي هناك سيناريو للمدة متوسطة وسيناريو لمدة طويلة ولكن من المؤكد أن هناك تأثيرات اقتصادية سلبية على مجمل هذه القطاعات من أوائل القطاعات أو من أهم القطاعات التي تدررت خلال الفترة الماضية هي قطاع السياحة والطيران أو قطاع السياحة وما يرتبط به من أنشطة مختلفة كلنا نعرف أن قطاع السياحة يرتبط بحوالي 60 قطاع آخر على رأسهم قطاع الطيران منظمات الدولية المتخصصة في السياحة قدرت خسائر قطاع السياحة بحوالي 450 مليار دولار خلال الفترة الماضية سواء للقطاع نفسه أو لمجموعة القطاعات التي ترتبط به بعض المنظمات الدولية قالت أن هذه الجائحة تأثيرها على قطاع السياحة يساوي أو أكبر في مجموعه من الثلاث أزمات الكبرى التي واجهت العالم خلال الفترة الماضية سواء عام 2011 أو عام 2003 أزمة سارس أو عام 2008 الأزمة الدنيا العالمية يوجد في العالم الآن حوالي 3 أو 3 من 10 مليون موظف تبقى للتقديرات الدولية وتقديرات الأمم المتحدة يتحدثون أن 1.9 مليار موظف يعملون في وظائف دائما الآن سيتأثرون نتيجة انتشار هذا الفيروس طبعا كلنا نعرف أن الدول المختلفة اتخذت إجراءات قاسية للغاية عبر إغلاق تام أو إغلاق جزئي لمواجهة انتشار هذا الفيروس بين مواطنية وبالتالي تأثرت القطاعات الاقتصادية بشدة وبالتالي هذه القطاعات وهذه الصناعات ذهبت إلى تسريح العديد من العاملين لديها طيب بتقديرك كم من الوقت سيحتاج الاقتصاد العالمي للتعافي من أثار أزمة كورونا يعني هناك سيناريوهات مختلفة ويتوقف هذا الأمر على إيجاد لقاح للفيروس خلال الفترة القادمة كل التقديرات بتقول أن اللقاح لن يكون موجودا قبل نهاية 2020 على الأقل وهذا هو السيناريو الأقل لمدة زمنية في هذا الإطار شكرا لك أحمد ذكر الله المكاتب المتخصص في شؤون الاقتصاد كنت معنا من اسطنبول نهاية هذه الفقرة شكرا للمتابعة